فبعدما خطفت الفنانة دنيا باطمة الأندار بعد توتيق شريقتها ابتسام باطمة لللحظات الجميلة جمعتها ببناتها غزل وليل روز حيث ظهرت دنيا باطمة في الفيديو الذي شاركته شريقتها عبر حسابها على انستغرام وهي تغني رفقة نجلتها الصغرى أغنية إنجليزية خاصة بالأطفال بسبب هذا الفيديو أتارت غزل انتباه رواد سوشيال ميديا بتصرفها ونظاراتها لكل من والدتها دنيا باطمة وشريقتها ليل روز وأجمع الكل بأنها نظارات غير طفولية من أختها خاصة وأن دنيا باطمة ظهرت وهي مشغلة أكثر مع ابنتي الصغرى وسعيدة بغنائها المتلعتم طفولي وفي سياق آخر فقد انتشرت أخبار في الأيام الماضية تفيد بأن غزل تورك اشتاقت لوالدها وتريد الذهاب عنده وأنها حزينة لأنها لم تراه منذ مدة طويلة إلى أن هذه الأخبار مشكوك فيها خاصة وأن غزل تظهر سعيدة رفقة والدتها وخالتها مؤخرا ظهرت وهي تغني رفقة خالتها ابتسام باطمة بكل انسجام وتحاول دنيا باطمة أن تلعب دور الأب والأم في نفس الوقت لبانتها لتعود نقص الأب الذي غادر المغرب وفي شك أنه سيعود يوما لأنه محكوم بالسجن النافذ ومن جهة أخرى فقد احتفلت الفنانة دنيا باطمة بعيد ميلاد شقيقتها ابتسام باطمة في إحدى المطاعم الفاخرة بمدينة الدار بضاءة وسط حضور أسرتها وأصدقائها المقربين